السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف الحال إن شاء الله أموركم تمام الله يحفظكم من الأشياء الأساسية اللي لازم لوحد يعرفها في طب الأطفال المسميات اللي تطلق على الأطفال في أعمار معينة لأن تم تصنيفهم يعني صنفوهم لأنه كل فترة معينة إلها أمراض معينة إلها vital signs معينة فصنفوهم فالتصنيف الأول اللي هو تصنيف النيوبورن النيوبورن اللي الآن طفل هو من اسمه نيوبورن فهو حديث الولادة وهذا يعتبر هو أول شهر في حياة الطفل أو غالبا أول 28 في حياة الطفل الآن بس يتعدى 28 يوم بس يتعدى 28 يوم وبس يخلص الشهر لحد عمر السنة هذا اسمه إنفنت فالإنفنت هو اللي من عمر شهر لعمر سنة هذا إنفنت بعدها يجي عندي إشي اسمه تودلر وتودلر اللي هو الأطفال المشغبين وأسكت يا ولد وبطل يا ولد فالتودلر اللي هو من عمر سنة إلى عمر ثلاث سنوات بعدها يجي البري سكول ايج أو البري سكول شايلد اللي هو من ثلاث سنوات إلى ست سنوات قبل المدرسة وبعدها يجي عمر المدرسة من ست سنوات إلى اثنى عشر سنة وأحيانا نقول لك يعني من خمس من خمس سنوات إلى ثمنتعشر سنة يعني في اختلافات والأدرسنت نفس الإشي اللي هو البالغين من 12 إلى 18 أو من 10 إلى 18 أو من 12 إلى 20 سنة لكن هذول الثلاثة المشاغبين هم من أهم الثلاثة في الأطفال وبرضه ممكن نحط معاهم المشاغب الرابع حالا فلأنه كل قسم له أمراض معينة بتكون بالقسم هذا مثلا ممكن ما تكون بهذا أو بهذا القسم أكثر من هذا العمر زي مثلا هون تودلر فيه شي اسمه تودلرز ديارية اللي هو الإسهال اللي يصير عند التودلرز ليش طيب؟ يقول لك هذول الأطفال بالعمر هال كثير يوكلوا حلويات يوكلوا شغلات فيها سكر فالسكر يعني خلنا نحكي هو يعني باختصار يمشي الأمعاء فبصرف عندهم ديارية فهذول يسمهم تودلرز ديارية وكل فئة عمرية لهم فايتل سايز معينة فهون الهارت ريت يختلف عن هذا الهارت ريت ويختلف عن اللي بعده ونفس الإشهر سبايرات ريت وغيره والأمور الثانية فهيك باختصار الله يحفظكم جميعا هاي يعني الأشياء البدائية اللي لازم لواحد يكون عارفها في طب الأطفال لكن برضو مهم جدا أنك تكون عارفها ولازم يعني مثلا أنت لما تجي تحكي تحكي نيوبورن تكون عارفا أنه هذا لحد ثمانية وعشرين يوم بعد ثمانية وعشرين يوم صار اسمه إنفنت ورب يحفظكم ونراكم إن شاء الله وما تنسونا من دعواتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته